وللحديث أكثر عن هذه الزيارة ينضموا معي في الوستوديو أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعودة الدكتور تركي العيار الدكتور تركي مساء الخير يا أهلا بالله مساء الله بالخير أهلا فيك وأهلا بالمشاهدين الكرام أهلا وسهلا دكتور مستهد في زيارة خادم الحرامين الشريفين الأسيوية بدأها بماليزيا ثقل مملكة العربية السعودية في المنطقة والإقليم وأيضا انعكاس هذا الثقل على أغلب القضايا في المنطقة القضايا الشائكة وتواجد خادم الحرامين الشريفين الآن في ماليزيا وتوقيع أكثر من مذكرة اليوم في المجال الاستثماري وفي مجال موارد البشرية والتعليم وكذلك المجال بين الإعلام وما يتعلق بوكالة الأنباء أريد تعليقكم على هذه المذكرات التي وقعت اليوم وبشكل عام عن هذه الزيارة أولا بسم الله الرحمن الرحيم كما أشرت أنت أن زيارة خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله إلى ماليزيا هي أولى الزيارات التي حقيقة تشمل العديد من الدول في جنوب شرق آسيا سواء كانت إنونيزيا طبعا المالديف الصين اليابان ولا شك أنه مثل هذه الزيارات أو هذه الزيارة بالذات تأتي في توقيت مهم جدا وهي زيارة حقيقة تاريخية لأنها تأتي في ظل العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية وتأتي أيضا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية تحديدا بين المملكة العربية سعودية وبين ماليزيا كما أشرت أن المملكة تعد رائدة في العالم الإسلامي وتأتي في ظل حتى قوة المملكة على مستوى الدول العربية والشرق أوسطية وأحد الدول قمة العشرين ولا شك أيضا ماليزيا كأحد الدول الإسلامية التي تربطنا علاقات وطيدة علاقات تاريخية في شتى المجالات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو تجارية أو حتى تعليمية فلا شك أنه مثل هذه الزيارات دائما تثمر عن نتائج إيجابية للبلدين والمذكرات التي وقعت حقيقة في ماليزيا الأربع مذكرات التي تم توقيعها لا شك أنها تؤكد أن هذه تعتبر أحد الثمار الإيجابية لمثل هذه الزيارات وإن كان طبعا توحيد الرؤى في كثير من القضايا مثل مكافحة الإرهاب مثل كثير من القضايا السياسية القضايا الإسلامية هناك توافق نعم هناك توافق كبير جدا والمملكة لها حقيقة مكانة رائدة في دول العالم الإسلامي وماليزيا تكون لمن الملكة وتكون لخادم الحرمين الشريفين كل الود والاحترام والتقدير ولا يشك أنه ما شاهدناه من استقبال من حسن الاستقبال والحفاوة والتكريم لخادم الحرمين في هذه الزيارة الرسمية تؤكد على عمق العلاقات التاريخية التي تتنامى يوم بعد يوم ودائما مثل هذه الزيارات لا شك أنها تنعكس إيجابا على الحكومتين وحتى الشعبين إن شاء الله بإن الله تتكلل هذه الزيارة وما يليها أو ما يتبعها من زيارات للدول الأخرى إن شاء الله تتكلل هذه الزيارات وهذه المساعي إن شاء الله بالتوفيق والنجاح جلسة المباحثات لخادم الحرمين الشريفين مع أكثر من أستاذ الماليزيين لا تنسى أيضا دكتور حجم التبادل التجاري الذي بين المملكة وماليزيا يفوق الأربع مليار دولار عفوا تقريبا أيضا إذا ما تحدثنا عن ماليزيا انضمامها للتحالف الإسلامي ووثقالها العسكري وتواجدها في هذه المنظومة للتحالف هذه كلها تؤكد حقيقة على مكانة المملكة العربية السعودية ومكانة خادم الحرمين الشريفين المملكة سلمان بن عبد العزيز المكانة التي تحتلها المملكة وخادم الحرمين في عيون هذه القادة وعيون هذه الدول الإسلامية طبعا المملكة هي التي تتزعم قوات التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والمملكة حقيقة هي دائما قبلة المسلمين وهي التي تقدم خدماتها حتى للحجاج الماليزيين والإندونيسيين وتقدم كل التسهيلات والإمكانات لهم وبالتالي هذه المباحثات وهذا التوافق في الآراء شيء ليس بمستغرب إنما هو امتداد طبيعي لهذه العلاقات التاريخية التي تمتد جذورها في عمق التاريخ وهي علاقات تتنامى يوم بعد يوم ونجد فعلا هذه الزيارات المتبادلة على مستوى الزعماء وعلى مستوى حتى كافة المسؤولين وعلى مستوى واختلف المجالات نجد أنها فعلا تؤكد قوة العلاقة بينها بين البلدين الشقيقين البلدين الإسلاميين نعم وتعزز أيضا دائما نقول أنها تعزز أيضا مكانة المملكة على مستوى العالم الإسلامي وعلى مستوى حقيقة قوتها ويعني كونها أنها تكون في كمنطقة استراتيجية تصدر النفط لهذه الدول التي فعلا هي تعتمد وتعول في صناعاتها على نفط المملكة العربة السعودية ونحن أيضا بالمقابل حقيقة نستورد منهم الصناعات التي لديهم من أشياء كهربائية الإلكترونية فبالتالي التبادل التجاري بيننا وبينهم يتنامى وهم حلفاء لنا شركاء استراتيجيون في كثير من المجالات ليس فقط المجال التجاري أو الإقصالي حتى على مجال في المجال التعليمي عندما يكون عندنا اتعاث نعم نعم لدينا متعاثين في مانيزيا ولا شك أن التوقيع المذكرة لتعزيز الاتفاقيات العلمية والتعليمية تؤكد على هذا التوجه الذي يتنامى لأنهم يملكون حقيقة يعني العلم والتقنية التي ممكن أن يتصدر إلى دور العالم الإسلامي وإلى الدول العربية إذن هذه الزيارة دكتور يعني هي ترسيق للعلاقات السعودية الماليزية وانعكاسها كذلك على أكثر من قضايا إذا ما تحدثنا أيضا عن القضايا العسكرية أيضا الملف التعليمي والثقافي يعني هناك أكثر من 1500 طالب يدرسون في ماليزيا كذلك انعكاس الثقافة الماليزية وكذلك السعودية على جانب هذه وها مش هذه الزيارة هو الله يعني حقيقة هي زيارة إن شاء الله أنها موفقة وزيارة إيجابياتها تصب في كل المجالات ليس فقط في مجال واحد في كل المجالات نعم عشرنا إلى المجال العسكري المجال الاقتصادي المجال التجاري المجال التعليمي فكل هذه المجالات لا شك أننا سوف نستفيد من هذه الزيارة في تعزيزها وفي تنمية مثل هذه العلاقات وحتى أيضا في عملية توحيد الرؤى في كثير من القضايا الإسلامية والقضايا التي نحن نتفق سويا مع الماليزيين تجاهها نعم الدكتور تركي العيار وأستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود ضيفي والسدو شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك شكرا لك